الصراع من أجل السيادة والبقاء إنه مفهوم قديم موجود منذ الأزل فالطبيعة تنقسم إلى الخير والشر وهذا الصراع في حد ذاته قائم بين هذين النوعين المتناقضين يمكن القول بأنه عبارة عن اقتتال بين الكائنات الحية بعضها البعض ولكن تظهر قوته بين المفترسات والفرائس ويبدو أن الصراع من أجل البقاء صراع دائم ولن ينتهي أبداً نظراً لعدم انتهاء الدوافع الغريزية للبقاء سنذكر الدوافع والأسباب الغرائزية للصراع ومن ثم الحديث عن تطور هذا الصراع وتحوله إلى فكرة راسخة وكيف جعل هذا الصراع لدوافع متعددة أهدف الصراع الغرائزية أن الطبيعة الغرائزية معجونة بحب الامتلاك والسيطرة وإذا تحدثنا عن الأسباب الغرائزية للصراع نجدها من أجل مقاومات الحياة الأساسية من ماء وطعام ومكان للعيش فنراه في عالم الحيوان كما يحدث في الغابة فالقوي يأكل الضعيف من أجل الحصول على الطعام أو تأمين المأوى للعيش فيه فهذا الصراع وجد في الفطرة التي خلق عليها الكائن الحي يتميز صراع البقاء لدى الحيوانات بأنه غريزي الدوافع والأسباب بخلاف البشر الذي يكون أحياناً صراعاً بين الخير والشر حيث تدافع الحيوانات عن وجود نوعها بشتى الطرق لتبقى وتحمي سلالتها من الانقراض ولتحصل على الغذاء والمأوى ولتدافع عن صغارها لذلك تميز كل حيوان ببعض الأمور التي يستطيع بها التكيف مع بيئته ومحيطه والدفاع عن نفسه إذا كان ضعيفاً مثل وجود أشواك في جسمه أو رائحة كريهة أو قدرة على الجري بسرعة أو تسلق الأشجار بسهولة الفهد الصياد إنه أسرع حيوان في العالم إنه حيوان مفترس فريد يعتبر أقل خطورة من الأسود والنمور ولكنه مع هذا يعتبر من أمهر الحيوانات في صيد الفرائس والقضاء عليها لسرعته الفائقة التي لا تنافس إنه مخادع وذكي وحساس يحب الخصوصية والحرية ولا يفوت فرصة الانقضاد على أي حيوان إن حرف عن مصار مجموعته في البراري يتميز الضبع بأنه أحد أنواع الحيوانات المتوحشة آكلة اللحوم وبالتالي فإنه يصطاد ويتناول اللحوم كما يتميز بأنه يبحث في المخلفات أي أنه يتناول اللحم من الحيوانات التي تكون ميتة سابقا وتعيش الضباع بجانب الأسود وبالتالي فإنها تتناول الطعام الذي تتركه الأسود خلفها في بعض الأحيان يتميز حيوان الضبع بامتلاكه فكا قويا الأمر الذي يساعده في مهاجمة الحيوانات للحصول على الطعام كما أنه يتغذى على الحيوانات الكبيرة كالحمار الوحشي تقوم الضباع بتخبئة الطعام الزائد في الحفر المائية في بعض الأوقات وتتناول جميع أجزاء الفريسة بما فيها العظام والحوافر تعتمد الأسود في غذائها على الصيد وتقع معظم مهام الصيد